بدنا نسمع بشكل طبيعي من أهلنا وإخواننا وأحبابنا الاستغافة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله حينما نجد أغف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كامل حبنا وتقديرنا وتعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه بعد هو وأمي قال لا تطروني كما أطرط النصارى عيسى بن مريم يعني لا تبالغ بأن يصل الحب إلى الغلوم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله إذا دينا إلى قول البعض من من نحبه ونحكرمه يا رسول الله أغفنا يا أيها الولي الفلاني أغفنا ماذا أبقينا لله؟ الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألت عبادي عني فإني قريب بالقرآن في 13 موضع في كلمة ويسألونك أو وإذا سألت ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ما إثم كبير ومنافع للناس ويسألونك عن اليتامة قل إصلاح له خير لا كل كلمة يسألونك فيها قل بس وإذا سألك عبادي عني في قل ما في قل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب عبد الله أن يجعل بينك وبينه واسط أرسلت بيانا عبر الواتس أب أبين أن الاستخافة بغير الله محرمة فناقشني بعض طلاب العلم أرسلت له تسجيل لأحد مشايخ سورية يقول فيه أنت إذا وقعت في مصيبة فلا تقل يا الله ولكن قل يا شيخي ولو كان بعيدك والشيخك يوصلك إلى الله أنت ما تعرف الله فما نقول يا الله وضرب قصة خرافية أنهم ساروا على وجه الماء فغارقوا فقال يا الله لم ينجده أحد يا الله لم ينجده أحد يا شيخي قال فإذا بالبحر يهدأ وينجو لأنه قال يا شيخي أرسلت له هذا الكلام قلت له ما رأيك بهذا الكلام قال هذا عين التوحيد تخلت شخلت لرب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة إذا الدعاء لا أدعو فيه الله سبحانه وتعالى لكن أدعو فلان وفلان ثم يخرج بعض الأحبة والإخوة ممن نحترينهم أيضا ويقول هذا من باب المجازع يعني أنا أقول يا فلان وأنا أضعه واسطة بيني وبين الله يعني أضع النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيني وبين الله أو فلان بيني وبين الله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودل ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر ودوا سواع ويغوث ويعوقوا نسر أسماء رجال صالحين كما قال من عبا صلى الله عليه كانوا يعبدون الله فلما ماتوا جاء الشيطان واسوس إليهم أن ابنوا لهم تماثيل فإذا رأيتم التماثيل تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله وفعلا بلوا لهم تماثيل في الأماكن التي كانوا يعبدون الله فيها فكان الشخص فيهم يلهو ويلعب فإذا مر جواه هذه التماثيل تذكر الله سبحانه وتعالى فخشع وغضع حتى إذا هلك هذا الجيل الجيل اللي بعده كان يشوف المال المصغير عم يشوف أبو عم يبرو حتى هاي التماثيل شو يسفي عنده لهم الوجل ولما بدأ يقرم حدهم فجاء الشيطان إليهم قال أهلكم وآباؤكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه التماثيل فعبدوهم من دون الله وكانوا يقولون ما عبدناهم إلا ليقربون إلى الله ذو فنحن نعترف بالله سبحانه وتعالى ولئن سعدتهم من خلق السماوات الأرض يقولون الله يعترفون ولكن عبدوهم ليقربوهم إلى الله إذا قلت يا بدل أو يا جيلاني أغفني أو قلت يا ود يا سواء يا يغوث ويا يعوق ويا نصر أغيثوني شو الفارك والمشكلة حتى أنا سألت أحد هؤلاء الإخوة والأحبة تقول لأ أنا لو قلت يا نصر ويا سواع أغيثوني فيها مشكلة لا ما فيها مشكلة طلع أبو جهل وأبو لها بكتير كيوت يعني عبدوه وده وده سواه ويغوث ويعوق ونصر فاهمانين أصطر الله عندي رب العالمين يقول للشيء كن فيقوم قريب مجيب قال ونحن أقرب إليه من حب الوريد كل هالأشياء أدعوا الله سبحانه وتعالى أدعوا دعاء الله سبحانه وتعالى وألتجوا لغيره لا نترك دعاء الله لأحد ولا نستغيث بأحد إلا الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل لا وإذا استعنت فاستعد بالله فرب العالمين معك فمن عليك حتى المشكلة صارت نحن أن ازعيت رب العالمين الله ما يستجب لي بس ازعيت فلان أو علان وهم ساعته خلاص ولو كان ميت أحد الأخوة نتناقش معه في هذه المسألة لو أنت عبتل رأى البحر شيخك في سوريا ميت تقول يا الله لأ يا شيخك وان دعاء رب العالمين وان توكل على الله وان استغاث بالله استغاث بمخلوق فيما يقدر عليه بالحي رب العالمين قال فا استغاثه الذي هو من شيعته الذي هو من عدوه موسى عليه السلام استغاثه رجل حي أنت تطلب من حل يغيث العام مش مشكلة آية قادر يعينك يعني ما مشكلة بس استغاث بميت أو استغاث بحي فيما لا يقدر عليه لله أجي أقول لواحد شفيني لأ هون في خلال كبير يسير وكيف تنسى ملك الملوكي وترتجي نفعا من الملوكي والله حي قادر سميع والعبد ميت ليس يستطيع الله يغطب كما صح في الحديث إلا بتسألها أنت تكون بحاجة ستطرق أبواب الناس وما ستطرق رب العام يا رب العمين أكرم الأكرمين يغطب كيف عم نرزم المخدوق فأحببت الإضاءة على هذه الضغطة المهمة وعودا حميدا إلى العقيدة فلا صلاح لنا إلا بالعقيدة أقول قولها ألا استغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفر لا استغفر الله